السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم اي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اي والاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعادتنا تتجدد بهذه اللقاءات المباركة في هذه الليالي المعظمة من ليالي رمضان اليوم نكون قد دخلنا في العشر الاواخر من رمضان وهي اعظم ايام الشهر الفضيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بان رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار لقد مرت العشر الاوائل من رمضان وكادت فيها رحمة الله واسعة علينا جميعا نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ما قمنا به من صيام وقيام وتلاوة القرآن وبقية الصالحات ثم مرت العشر التوالي من رمضان وهي مغفرة ونسأل الله تعالى ان يتقبل منا ويغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر لكن ابتداء من اليوم نحن ندخل الى العشر الاواخر من رمضان والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتق من النار فطوبى لمن ادرك هذه الايام المباركة وطوبى لمن اشتهد في العمل الصالح بان يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويشتهد في الصالحات تعالوا بنا ايوا الاحب الكرام نتحدث عن كيف يمكن ان نقضي ايام العشر الاواخر من رمضان نموذج ليوم مقترح في هذه الايام اوصي نفسي واوصي احبة الكرام يومنا بماذا يبدأ يومنا يبدأ بالاستقاد مبكرا على السحور جميل ان نبكر بالاستقاد في اول اليوم ونصلي لله جل جلاله قبل السحور بحوالي ساعة من الزمن نستيقظ مبكرين ونبدأ في صلاة التهجد وندعو الله سبحانه وتعالى بما نشاء في هذا الوقت المبارك قبل طلوع الفجر فقد جاء في الحديث انه اذا مضى شطر الليل او ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له وهكذا يضل ربنا عز وجل ينادي حتى ينفجر الصبح فهذا حديث عظيم الشأن احبابنا الكرام كل من عنده اشكال في حياته عنده امراض عنده اسقام عنده هموم عنده حاجات لا تفكر ولا تشغل بالك فقط اوصيك ان تستغل هذه الايام المباركة وتستيقض مبكرا قبل الفجر بساعة وتصلي صلاة التهجد وتناجي ربك الجليل العظيم يا الله ارزقني كذا وكذا يا الله ادفع عني كذا وكذا وسوف ترى عجائب قدرة الله جل جلاله بعد ان يؤدن الفجر لنحرس جميعا على اداء صلاة الفجر في المسجد مع الامام خصوصا الرجال المفروض ان نحافظ على الصلاوات المفروضة جميعها في المسجد لان كل صلاة تضاعف ب27 درجة جميل جدا بعد ان نصلي الفجر ان نمكت في المسجد او في مقامنا ونبقى نذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس بمقدار رمح هذه اجمل عطاء ان تجلس وتمكت في مسجدك او في مقامك اللي صليت فيه وان تعذر في بيتك وتبقى بعد الفجر في ذكر الله في ذكر الله في ذكر الله اما تسبيح وتكبير وتهليل واستغفار واما تلاوة للقرآن الكريم المهم تبقى بعد الفجر الى ان تطلع الشمس بمقدار رمح حوالي ساعة ونصف والاجر والثواب الذي سوف ينالك هو ان الله تعالى سيعطيك اجر عظيم ما هو هذا الاجر اجر حجة وعمرة تامة 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 ففي الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة يعني الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كادت له كأجر حجة وعمرة تامة 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 علينا ايها الاحب الكرام ان نستغل هذا الوقت بقراءة القرآن الكريم وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فان سطعنا ان نقرأ فيه جزئين تقريبا نكون من المفلحين ثم بعده نقرأ اذكار الصباح بخشوع واطمئنا وسوف ترى عجائب قدرة الله حينما تقوم بهذا الامر سوف ترى بان حياتك تتغير سوف ترى بان نفسيتك تشرق سوف ترى بان الهم والغم يدبر وسوف ترى السعادة تطلع على محياك وسوف ترى بان حاجتك اصبحت مقضية وان الحظ السعيد اصبح حليفك بعد ذلك نأخذ قسطا من الراحة ونستعد للذهاب الى العمل حسب ظروفنا هناك من يعمل مبكرا هناك في وقت متقدم كل حسب ظروفه بعد قسطا من الراحة العقل المفكر ويحب كل من يتعب من اجل لقمة عيش حلال ويكره البطال يكره البطال الذي لا شغل له بعد ذلك ايها الاحب الكرام بعد ان نقوم بامور الدنيا من عمل وبتبضع وباغراض ضرورية في حياتنا تبدأ الفترة التانية من التدين من جديد تكون بعد صلاة العصر نصل العصر جماعة في المسجد ثم نجلس لتلاوة القرآن الكريم وحبّد ان نبدأ من الان اذكار المساء بعد صلاة العصر وجميل ان نجلس مع اطفالنا الصغار الوقت المحبّد للجلوس مع اولادنا هو بعد العصر نعلمهم القرآن الكريم حبّدا لو استطعنا ان نأخذهم معنا الى المسجد او نجلس لمقرأة نقرأ معهم القرآن الكريم هذا الوقت بالضبط وراء العصر ان وضبنا على تلاوة القرآن مع اطفالنا فانهم سيكونون بمنأة عن ام الصبيان ويكونون بمنأة عن العين وعن الحسد وحتى عن الانحراف لان هذا الوقت فيه بركة ويكون فيه حصن حصين لاولادنا فلنحرص على هذا الوقت بعد ست العصر قبل صلاة المغرب ايها الاحبّة الكرام نكون قد استمعنا الى بعض الدروس اما في التلفاز واما في المديع الى غير ذلك هناك الحمد لله قنوات فضائية كثيرة هناك محطات اداعية كثيرة هناك دروس نيرة من بينها مثلا الدروس الحسنية الرمضانية التي تكون بين العصر والمغرب دروس قيمة فيها علماء جلاء من مختلف بقاع العالم وفي مستوراق جدا ولك ان تختار من القنوات ومن الادعات ومن الكتب ما تشاء قبل المغرب بين العصر والمغرب استغلها في القراءة في المطلعة في الاستماع الى الدروس العلمية وقبل ان يؤذن المغرب هنا نبدأ في وقت الدعاء الدعاء لان نستعد للتسبيح واذكار المساء ثم بعد ذلك لما يؤذن المغرب نحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اذن المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يختم بالدعاء ويفثر على رطبات او على تمرات او يحسو حسوات من ماء ثم نصلي المغرب جميل حينما نأكل التمر والرطب او نشرب الماء ننصرف للصلاة لمدة عشر دقائق تقريبا يكون الجسم قد استقبل هذه المواد التي تتحلل سكريا بسرعة الرطب والتمر والماء فالماء تستعد لاستقبال ما شاء الله من طعام بعد ان نصلي الصلاة في المغرب جماعة في المسجد وان تعذر ممكن ان نصليها في البيت مع العائلة تجتمع الزوج والزوجة والاولاد والاحباب ونصلي في بيتنا بيتنا يصبح مسجدا على الاقل في صلاة المغرب وان كان افضل ان نصلي في الجماعة دوما بعد الصلاة نعود لتناول وجبة الافطار ونجلس استراحة مع العائلة لا بأس بشيء من التفكه والابتسام الطيبة لنستعد الطاقة من جديد فالجلوس على المائدة في وقت الافطار مع الاحباب والاولاد وشيء من التفكه لا بأس به حتى نستعد الجديد من الطاقة لكن لا ينبغي ان نسرف ونبالغ علينا ان نستعد لذلك لاداء صلاة العشاء فلنحرص على ان نكون متقدمين قبل ان يؤذن الادان نكون قد بدأنا الخطأ للمسجد ولنحرص على اداء صلاة العشاء ومع الامام وسبحان الله في الحديث من صلى الصبح في جماعة فكأنما ادرك نصف الليل ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما ادرك الليل كله وخصوصا بعد صلاة العشاء نستمع الى بعض الدروس التي تكون في مساجدنا كراسي علمية دروس وعض وارشاد تكون في بعض المساجد نستمع فيها توجيهات وارشادات خفيفة للصائمين في هذا الوقت في انتظار تجمع الناس ثم نصلي الصلاة مع الامام ثم نبدأ في صلاة الترويح وتسمى ترويح لان فيها ترويحة على البدن وعلى النفس والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لما نصلي مع الامام لدى عيلك ننصرف الى حال سبيلنا نأسف ان بعض المصلين يصلي العشاء يسلم فينصرف او ركعتين او اربع ركعات ثم يتعجل الى اين يذهب لو كان له عمل جدي عمل مستعجل فلا بأس العمل عبادة ولكن قد يداب الى المقهى او يداب امام التلفاز او غير ذلك من الامور الوقت طويل طيلة السنة لكن هذه الايام ايام مباركة ينبغي ان نستغلها يا ما جلسنا على المقاهي وشاهدنا التلفاز في مسلسلات يكفي يكفي هذه ايام مباركة ينبغي ان نستغلها ونستثمرها قبل ان يولي رمضان فلم يبقى منه الا القليل فنحزن على وداعه فلنحرص على ان نقوم مع الامام حتى ينصرف من فعل ذلك كتب له قيام ليلة بعد ان ننتهي من الصلاة في الترويح نعود الى بيتنا لكي نجالس العائلة نجالس الوالدين نجالس الاهل نجالس الاحباب وعلينا ان نفر من مجالسة البطالين كين بعض الاصدقاء او بعض الرفقاء لن تربح منهم شيء الى اجنستي معهم غدخل في واحد سجل طويل للغيبة والنميمة او على الاقل نتحدث في ما لا يعنينا نتحدث في قضايا سياسية قضايا رياضية قضايا عامة ليس هذا وقتها حتى ليس وقتها هذا وقت تمين هذا وقت العائلة والاحباب والعبادة والطاعة فلنحضر عن مجالسة البطالين ولنفر منهم فرارنا من الاسد هذا بالنسبة للرجال عموما اما بالنسبة للنساء الصائمات فعندهم برنامج قد يكون في الصلاة والعبادة محدود نظرا لان عندهم اشغال منزلية كثيرة فالمرأة التي تسعى لإسعاد زوجها وأولادها وأنها تقوم بأعمال الطبخ وأعمال الكنس هذا العمل في حددته هو من أعظم العبادات فيه أجر وثواب لأنه بمتابة الجهاد جهاد المرأة في بيتها وفي شغل زوجها لكن هذا لا يعني أن المرأة تضيع تضيع هذا الشهر الفضيل لابد أن يكون لها برنامج في تلاوة القرآن الورد اليومي لابد أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء لابد أن تساهم في إفطار أهل البيت بما يسعدهم هذا كله فيه خير عظيم بإذن الله تعالى بل ربنا يعطيها المدد والقوة لكي تقوم بالعمل الكثير في هذه الأيام بإذن الله فعلنا أيها الأحبة الكرام أن نستثمر هذه الأيام المباركة ونجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى ونجدد العهد مع أنفسنا وأحبابنا لكي نكتر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي هي ثمينة عند رب العالمين نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وعلينا أن نستثمر هذه الأيام قبل أن تودعنا وتفوتنا أيام العشر الأواخر من رمضان خصوصا ونحن على أبواب ليلة عظيمة هي ليلة القدر اللهم يا رب وفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم يا رب ورزقنا فيها أوفر النصيب إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا أحبتنا في الله سوف نتوقف قليلا لفاصل قصير ونذكر بأن أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع من أجل المشاركة والاستفسار وعروضكم المفتوحة للجميع يا مرحبا بكم أرقامنا 05-22-88-00-60 أو 1-60 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 فاصل قصير حول ليلة القدر ثم نعود لنواصل تقبل الله من الجميع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود أيها الأحبة الكرام لنستقبل المكالمات الهاتفية فمرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا نبدأها من فاس العاصمة العلمية للمملكة مع سي عادل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أهلا سيدي عادل شكرا أنا دكتور ما أديس قريبا شيء قريب السنة ونطل تتصل لأرقم جاتي فيه ومكيش بذياش ليلة هيل الله اسمح لين أخونا ودي أضر لي فرحا بزيار حكيش بذيار رقم ديالكم اسمح لين سيدي علي سمح لين الله يطقي خير والبركة يا مرحبا بك لا اسمحوني يا سمع الله العفو ضغيت الممرى ديالك إن شاء الله مرحبا وخا إن شاء الله عشان عندي نص ومشحالة دوليك أنا نحاول تتصل بك الخير بالمرأة قريب ستشارك يوم ماش بذياش عاديل شحال العمر ديالك ثلاثين سنة ثلاثين سنة وهذا المس عندك قديم تقريبا قديم قديم في السنة وكنا عاد بعض السنة هذي ماش كتشعر؟ ماش كي وقع لك؟ مهين بغيك تشكي معك من خارج بذياش الله لكن من موقع النمر ديالك وخا بإذن الله سيد عاديد بإذن الله أنا غنزق الستندار ومعنا السؤال المخرجة للمجدولين غطتك الرقم الهاتفي ونتوصل فيما بعد بإذن الله سعديل الله يشفيك ويعافيك الله يحميك الوريد وجزاك الله خيره العفو العفو والله يرزق اللهم يرزق اللهم يرزقك العلم النافع يا رحمن يا رحيم اللهم أمين شكرا لك شكرا لك المشكل ديال المس غالبا هو كيصيب الفتيات وكيصيب النساء علش الفتيات الفتيات اللي باقين قبل الزواج كيصيبهم المس العاشق والنساء الكبار كيكون عندهم ملهم الشديد كي وقع على الضغط الضغط للهموم والمشاكيل وقد تصابوا ببعض الأعمال السحية فتصابوا بالمس غالبا النساء الرجال ناذرا كيتصابوا بالمس ولكن عندهم المس كيتعذبوا الرجال مسهم صعب جدا علش لأن المس اللي كيصيبهم قد يكونوا من النوع العاشق كتبغيه واحد المرأة منك العالم الخفي وكتزيروا وكتستقر ليه في مكان معين غالبا في الركبة وكتقى دائما الركب دلو كيشكي منهم ديما كيتمتعب ديما كدا أحيان قد ينتقل إلى جهات أخرى من الجسم وكتخليه دائما بعيد كل البعد عن الناس العمال ما يقدر يخدم القرية ما يقدر يكملها يبغيت زوج ما يقدر يكمل دينه ولكن زوج يفتر في علاقته مع زوجته ويتوارى عن الأنظار وكيبقى في السرع لكن كنبغي نقول لك سيدي عادل ولكفة المستمعين أن هذه الحلدية المسمن عمروش بها راسنا بزاف راه هي ماشيش حاجة كبيرة هي راه غير أعراض تتصيب الإنسان وبقوة الإيمان وقوة الإرادة وقوة العزيمة راه ممكن نحن نسرع هذا المخنوق الغريب كما أنه يسرعونا نحن نسرعوه راه هو اللي كيخاف منه كيخاف منه كيسيطر عليه وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم رهقا كحجر فالإنسان كلما كان قوي في إرادته وعزيمته مرتبطا من ربه مخافش من خاف لمن ظلام لكن تبوحدي من قلتني بوحدي معي ربي جل جلاله إن معي ربي سيهدين وهذه الأيام المباركة المعظمة عند الله من شهر رمضان راشيطين ضعافاء جدا ربك اسلب منهم القوة ديالهم أضعف ما تكون هذه الأرواح الخبيثة ضعيفة في رمضان وقد جاء في الحديث أن الله تعالى يصفدهم بالسلاسل والأغلال تكون ضعاف اللي بغي تخلص منهم هذه هي الفرصة المناسبة أنه كيكتر من تدوات القرآن الكريم كيكتر من ذكر أخي عادل هذه الأيام حافظ على ذكر واحد استحضر ما عندك من هم وغم ذكر واحد يبقى في اللسان ديالك وردده كثيرا اللي هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أن تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني كل ما يعلق بك من مشاكل وهموم وصعوبات ينزل حكم بالعفو الإلهي فيطلق صراحك وغدك إن شاء الله في وضعي مريح بإذن الله الله يشافيك ويعافيك سيد عادل ونتحول إلى إقليم سويرة مع للا رشيدة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم يا مرحبا للا رشيدة الله بذلك ابنتي شيء خير ولله الحمد جميع السحوة الحمد ربي وشكر كدر السبيرة وكدر الموليها لا أصحب الله بذلك كان شكراك بزافة بذلك المضمئة ماذا عفا العفوة بنتي رشيدة طرع شحنا بزافة كبتليون ختمهاكم يا أهلا وسهلا بك سكرا وصحي حادي وكان دعي معك الله يكتخرك ابنتي الله يرفع مقامك الله يكتخرك ابنتي الله يكتخرك شكراك شكرا الله يصح شبابك ابنتي ايهلا بغيتك على ما حده وعلي جزك باخير نعم بك الدعي مع الواليدي انا ما كاي صليش كاي صليك اكتخ ليلى هايل الله اهه وهذا لم تضعك يصلي شوية شوية ليلة هايل الله ما شاء الله ما شاء الله وانا ما كاي صليش لها لا حول ولا الله يهديه يا رب الله يهديه يهدينا جميعا ليلى هايل الله واخابنتي رشيدة يا رب بإذن الله بإذن الله بإذن الله هتبقي معنا بنتي رشيدة ختم الحلقة الشعظان دلوحد ده ودي للخير و هتكون شاملة و جامعة بإذن الله مشكل كبير يكونوا الوالدين شو واحد فيهم ما كيصليش إذا سونا الوالد وقلنا لعلش ما كتصليش غادي القول اللوم ماشي اللي هو اللوم لآبائه وأمهاتهم لنا المفروض أن هذا الوالد خاصه يتعلم الصلاة من اللي كان صبي صغير أحد العلماء القواحد الرجل ما كيصليش قال لي العتاب ليس إليك العتاب إلى أمك وأبيك قل الموبرت توفاو قال لي العتاب إليهم لأنهم ما علموك الصلاة المفروض أن الصلاة نعلمها لصبياننا في سبع سنوات علموا أبناءكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع المفروض لوالدين يعلموا الأطفال لهم الصلاة من الصغر أما مسكيني واحد الإنسان ولدي ما فاهمينش هو ما كيصليش أكبر وشبا ثم بعد ذلك أصبح كهلا وتزوج وأنجب عادك يقول لي هولادو يا أبتي نتصلي كالجي شاقة على نفسه إلا إذا أدركته هداية الرحمن الصلاة أيها الأحبة الكرام خاصة الإنسان يعلم علم اليقين بأن سر هذا الوجود كله احنا في الدنيا أشغل نديره هنا أشغل سنك نديره فقد الكوكب الأرضي أولى الأولويات رقم واحد وهو الصلاة قبل أي حاجة قبل الصناعة والتجارة وقبل الخدمات وقبل عمل سياسي وقبل عمل حربي وقبل عمل ديبلوماسي وقبل الطبخ وقبل كل هاتش اللي كنت شوفه في الحياة هاتش كله غير أسباب العيش ولكن سر العيش ومقصد العيش هو في الصلاة يقول ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحن خلقنا للعبادة أما الشيء الآخر لكن قموا به في الحياة أذكر أسباب العيش باش نستمروا في الحياة وإلا فإن العمل الأول والمركزي هو الصلاة وربنا عز وجل جعل من يصلي مفلح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سروا الفلاح في الصلاة وتاركوا الصلاة هذا مسكين مقطوع الصلاة بينه وبين خالقه والله يحفظنا وإياكم حينما يموت الإنسان ويورى في الترى في قبره أول سؤال يسأل لن يسأل على قانون الأمم المتحدة ولن يسأل عن قانون السير ولن يسأل عن قانون الطب ولن يسأل عن الفرق الرياضي شكل فاس شكل خسر هاتي كل أسباب الدنيا أول سؤال تسأل عنه خلقوا هاتي كله يسأل عن الفصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ربنا عز وجل حتى للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون هذا مصلي وربي قال لك ويل علش؟ لأنه ما كيصليش في الوقت وكيصلي دائما مخطوفا ومن اللي كيصلي يتباهى باش يشوفوه الناس كيصلي قال لنا فويل لهؤلاء لأنهم يتظاهرون بذلك ويضيعون الصلاة عن وقتها هذا كيصليه لكن كيضيعه فما ظنك بالذي لا يصلي أصلا بنتي راشيدة باش هتعاوني الوليد ديالك هتعاونيه مرة مرة بواحد النصائح بواحد الإرشادات صغيب باش الفرع يعلم الأصل صغيب ولكن بالطريقة اللبقة أحسن طريقة ديال التعليم التعليم كين بالمقال وكين التعليم بالحال التعليم بالمقال ما يقوله العلماء صلي الصلاة فيها الفضل فيها الأجر هذا تعليم بالمقال هناك التعليم بالحال وهو أنني نقوم نصلي أمامه في كل صالة مضم توضع ونجمع أخوتاتي صغار أخوتي والوالدة ونصليه أمامه هو قاس في الصالون ونفرشه أمامه ونصليه أمامه هذا كتسمى التعليم بالحال هو ضميره غير تأنب ما نخافوش من بعض الحالات نحن عمدوا الله أربع عاطينا واحد القوة في نفوسنا تسمى الضمير محكمة الضمير رهكينا وخكت نأس وكتغفل لكن سرعان ما تستيقظ من اللي غدلوا هذا العمل هذا ضميره سوف يستيقظ وسوف يحاسب نفسه أكتير له من الدعاء يا رب يا رب يا رب حبب لأبي الصلاة زينها في قلبه كره إليه الكفر والفسوق والعصيان اجعله من عبادك الراشدين وسوف ترين بأن الله تعالى سوف يعطيه الهداية في قلبه الله يهديه ويهدينا ويهدي جميع المؤمين والمؤمنات اللهم آمين يا ربي يا كريم ومن الصغيرة نتحول إلى الفاس مع للا فاطم الزهرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنت الله بارك فيك انا معطيتك اسم ديالي فصراحة ديالله بريد مهدر معك شخصي انا اصبق لي اتصلت بك بالخص نعم اتصلت بك الخصي وقالت لك عندها واحد الموضوع واصلت لي الموت الله اكبر اه لا كانت تصلت بك في شهر ربع اياها بنتي اياه اه كانت سبقت لك وعطيتها من المؤمن الرقم ديال كنت اياه وبتصلني فيه مالشاشو دبري يبغت تعطيك الرقم ديال مرحبا بنتي واخا بنتي اياه اعم نعم بنتي فاطم الزهر اتت تقول لك اه اه لما اه مقدسي اتصل بك اتصلت بها ولا اخذ الغر رقمي طيس هتصل بك واخا بنتي بإذن الله هتا بنتي غتصل باستندار وخلي الرقم ديالك حتى لا يدى على الهواء اه وان شاء الله احنا غد نتصل بها بإذن الله الواحد الاحد ما يكون عنها بس يا ربي يا كريم ما يكون عنها بس بنتي فاطم الزهر ما نقول لك بأن هذا الاحساس بالخوف الرهيب من مواجهة بعض المشاكل تصل حتى الموت هذا غاوهم ربما كنتي مشكلة تستحق منا أننا نفكر إلى أبعد مدى إلى درجة الموت كل هذا وهم الحياة بسيطة جدا الحياة لا تساوي أبدا أن الإنسان يتعنت والإنسان يبقى ليجت مرحبا بها واللي مشات ربي ما بغهاش را كل حاجة تقاليدة في حياتنا راها مقدرة من عندي القدير وحنا هذه الأيام مباركة غنكونوا في استقبال ليلة القدر اللي كتنزل فيها الأقدار الأقدار ربي عزوجك يعود يكتبها من جديد إلا كنت الأخت ديالك وغيرها من الناس عندهم أقدار شديدة عليهم كل مسكين أصبه ضرر عظيم ما عنده ظهر حياة كلها عذاب حياة كلها معاناة كان عنده قدر فيه شدة إحنا مقبلين في هذه العشر الأواخر على ليلة القدر اللي فيها ربنا عزوجل كيعاود يقدر أقدر أخرى حتى الأقدر كل سنة تتجدد في هذه الليلة المباركة تتجدد الأقدر الإنسان بكل بساطة لست أدري لماذا الناس يتعبون لماذا يفكرون كثيرا والحل بصير جدا في منتهى البساطة وهي أن الإنسان يشتهد في العبادة وفي الذكر ويطلب من الله تعالى المدد وسبحانك يا جليل يتجل الله عليك بالعطاء كان عرفوا ناس سعداء كثيرين في حياتهم وبساطاء في حياتهم وخذر الحياة بكل أريحية كان تقول لماذا هؤلاء مرتاحون ولماذا الآخرون معذبون يقرأوا بزاف وقدموا اجتهادات ويبحثوا عن الحلول المناسبة ويعد منفسهم لأنهم أخطأوا الطريق لأنهم كيتسنوا بعض المخلوقات يعاونهم هذا يقلب على بسيكولوج يعطي معلومات جابة من لندن الآخر يقلب على واحد سوسيولوج جاب معلومات من باريز الآخر يقلب على واحد سياسي محنك جاب أفكار من موسكو الآخر يقلب على كل واحدة يقلب ربنا عز وجل أعطانا الهدي الإلهي القرآن الكريم وأعطانا النموذج البري العملي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذكار بسيطة عبادات بسيطة مناجات لله بسيطة ترى عجائب قدرة الله هتلقى بأن نفسك تتنقى نهائيا ما عندك لهم ولهم ولا مشاكل ولا صعوبات ببسطة القناع والرضا والحمد يطفح من جسمك وفمك وكل جوارحك وربنا عز وجل يتجلى عليك بالعطاء فيعطيك ويفتح لك أبواب المغلقة سبحانك حياة طيبة هذا ما يسمى بالحياة طيبة الحياة الطيبة حيث أن الأساك يكون قريب من الله واربكي يصربها من عنده كي يودها ويיפ향ها يعطيها لك وكيه رافتى نوئياك ما يسمى بالحياة ال� PPE حياة ال� purple إنسان معدب وعند مال وعند الفهم وعند الغرية وعنده معدف في الحياة على أيها أنه ضل الطريق لم يقصد المصدر المصدر شونا هو المصدر هو كتاب ربنا عز وجل الاتصال بالله ربحان شو هدا عندو واحد الجهاز كمبيوتر اخر موديل وفيه بزل دي لزابليكاسيون ولكن هو التوصيل مقطوع يعني الحرارة مقطوعة الكنكسيون مقطوعة ما كناش لا قيمة له عندك باسي كبير او بورتابل ممتاز وفي دي لزابليكاسيون دي للهبل ولكن لا كونكسيون ما كناش ما مرتبش بالشبكة العليا اذا ما عندو قيمة في حين ان لا عندك شعجة غير بسيطة ولا كونكسيون زيانة انت هو الربح كونكسيون كنشبوها بمدى بالعلاقة مع الله كتكون تقاريب من الله الصلاوات الخمس كتجعلنا كونكسيون ممتدة الى الله الاذكار كيكون الدبيب قوي وفعال وكتشعر بالرحمة والمغفرة والتواب والخير والبركة بنت فتم زهر الله يشافي الاخ ديالك ويعافيها ويدويها اللهم امين يا ربي يا كريم ان شاء الله نتواصل مع الاخت فاطمة الزهراء بتخلين تليفون ديالك ونتواصل معك ان شاء الله ونتحولوا من فاس الى بوجدور مع للا زهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله للا زهراء رمضان مبارك اعلنوا عليكم ولا جميع المسلمين ماذا زيلي اخيذك ان شكرك بزاف اللي اقدرنا عماجه هذا حافظك الله للا وراعك ماذا فيه اخر بيدعينا يقدرني ادهر بزاف يا ربي يا كريم ادهروا رجلي بزاف كي يضروني لا الى الله للا زهراء شفتي الطبيب لا ما نشيت الله ما نشيت ولا ما نشي حاجة ما كانت الزوج دي اللي هتخدم على بره شوية ما هاي ما كانش ما قحضرش بزاف كي يجي يومين تلتين كي يمشي الله اكبر الله يشافك بنتي الله يشافك امين الله يزعزك يا رديني الله يجيز بخير فرح من الله بشوي للاش ابني يا ربي يا كريم لا الها الا الله لا الها الا الله الله يشافك بنتي لنا زهراء ويفرح قلبك في القارب العاجل لا الها الا الله اكيد ان زهراء دبل ان زوجها يغيب عنها وهي ما عنداش ولدات هدك يقنى واحد الانطبع بانها تعيش الوحدة تعيش الوحشة بمفردها والانسان لك يكون وحيد كتهجم عليه افكار افكار لحزينة وهذا ينعكسه سلبا على الجسد يمكن ان نقول بان الجسم اللي درك قد لا يكون من المفترض انه ليس مرض عضوي قد يكون فقط من مجرد ان الانسان يفكر بزاف طبعا الظهر كدرنا الى كندر ابن البرد او ربما الزناش يتقل بطريقة غير سليمة هذا كله قد يسبب لنا في الام الظهر والركاب كذلك لك الانسان عنده وزن تقيل خصوه في الوزن او انه عنده واحد الماء اللي كيكون بين بين العظام كي يقل ما كيبقاش كيحتكى العظام فيما بينهما بحل دك الاجريس اللي ابنك يقل هذه اسباب معروفة عضويا ولكن نخلو الى ميكانيك ونشوفو الجانب السيكولوجي قد يكون الانسان المهموم كيلقى اعراض في الجسد دياله اما يشعر بصدع في الدماغ بحل الشقيقة اما كيشعر بان الركب دياله كيخواه اما كيشعر بان الظهر دياله كده الرؤ هذا كله كيبقى ان الجهاز العصبي دياله يتفاعل سلبا وكيعطيه الالم بنتي زهرة الى الى حاولت ترتاحي نفسيا غاد يتشعر بان الالم يخف حتى ولو كان المرض عضوي المرض العضوي وخيكم صح مرض عضوي من اختصاص الطبيب يكفي ان المريض اذا اشعر بالراحة النفسية وقوة الايمان رأى سبحان الله العظيم الخلايا والهرمونات والدورة الدموية تتفاعل مع الاحساس ومع المشاعر وتتلل للشفاء للا زهرة بنتي هذه الايام المعظمة تسمى ايام الخير العشر الاواخر من رمضان هذه الايام ربنا عز وجل كيجعل فيها واحد العطاء لا حدود له نبغي جميعا اننا نكثر من اللي بغنها هنطلبوها من عن صاحب الشأن من عند مالك الملك ربنا عز وجل يفتح لنا الابواب قال لنا في هذا الشهر الفضيل اذا اقبل فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومرضة الجن ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اذبر معنى هذا ان ربنا عز وجل يهيئ لنا الاسباب لكي نشتهد بحلو حتى تلميذ كسول او ضعيف يجي الاستاذ يعطيه واحتمارين اضافية باش يزيد تقدم الى الامام هكذا ربنا نحن علم ان فينا ضعفة فهيئ لنا رمضان ودى العشر الاواخير حتى نصعد في روح المبادرة هنطلب منك ابنتي زهراء هذي الايام المعظمة هتكتر من الدعاء من الصلاة وخطرتنا اركابي صلى انتي جالسة اوفق الكرسي الصلاة والدعاء واطلوب المولى ان يمدك بالذرية الطيبة قل دعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين واكثر من الاستغفار لان الاستغفار يجنب الاولاد فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدررة ويمددكم باموال وبنين ويمددكم باموال وبنين وناجي الله تعالى باسم الوهاب يا وهاب هب لي من لدنك درية طيبة يا وهاب هب لي من لدنك درية طيبة وان شاء الله تعالى ربي سوف يجمع شملك بالدعاء سوف ترين عجائب قدرة الله ما ان ينقضي رمضان وتأتي فرحة العيد سوف ترين التجليات الالهية والعطاءات الربانية والكرمات التي سوف يهبها الرحمن جل جلاله اسأل الله الكريم للازهراء ان يشافيك ويعافيك ويداويك وان يسعد قلبك بانجاب قريب ذكورا واناتا اللهم عجل لها بالفرج اللهم اسعد قلبها واسعد كل النساء التي تعثر عليهم الحمل اللهم اسعد قلوبهن في هذه الايام المعظمة اللهم امين يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونوصل ايها الاحب الكرام المزيد من المكالمات الهاتفية التي ترد علينا في هذه الايام المباركة وفي هذه الاوقات المكرمة من العشر الاواخر من رمضان سوف تحولوا من بجدور الى اقليم العيون مع للا حورية ألو السلام عليكم حيك الله للا حورية مبركة واشرك الله يبق فيكم للا كدير مع رمضان محمد وربي شكروه عمي قريبان بويت كدير معايا يا ربي يا كريم حيت قريب يردو علينا في الباك انا قريت فيه هي العمل اللي فات خسرت نعم وبويت كدير معايا حيت قريب يردو علينا كدير بحقاته يا رب يارب يارب يا رب هم tú حورية يا رب كريب يفرحكم ان شاء الله تعالى في هات الشهر الفضيل العظيم معظم عند الله تعالى يا رب يا رب يا كريم بغيت أงني بس انزحني دفرحها lowlyly حيت هو ما kriegen اسفلنا Good انجحها دية ان شاء الله الكبيرة غيرت يج trivia ديالك الحمدلله خطارOH عز وجل عليه الكبال والكمال من الله تعالى الله يكمل لك رجاء ابنتي حرية وهذه فرصة هذه فرصة ندعيه معك ابنتي ومع جميع ابنائنا وبنتنا لهم هذه الايام على استعداد الاستقبال النتائج دي الباكالوريا طلب الله تعالى يا رب يا كريم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الايام المعظمة عندك اللهم فرح قلبنا الحرية ووالديها وجميع ابناء المباركة المسلمين والمسلمات اللهم جميعا للمتبارين في الباكالوريا هذه السنة على الابواب يا رب يا كريم هيئ لهم من امرهم رشدا يا رب اسمعوا مخبار الخير وارزقهم النجاح وارزقهم التفوق وارزقهم التألق بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب انهم داروا جهد المقل تعبوا وحافظوا ودرسوا واجتازوا الامتحان على قدر ما يستطيعون والكمال من عندك يا كريم اللهم يا رب عجل لهم بالفرج وارزقهم النجاح يا رب وارزقهم التفوق واسعد قلوبهم وقلوب والدهم اجمعين برحمتك وجودك وكرمك يا دا الجلال والاكرام يا رب ان نسألك بحق اسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تفرح لجميع بنجاح قريب مرتقب قلوا جميعا امين 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 يا رب يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك نعود ايها الاحب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات معنا اللحظة الاستاذ محمد الترابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم سلام عليكم الشيخ الجليل السدي محمد الترابي اهلا وسهلا بكم استاذ بخير حيكم الله ملي اعزكم الله رجل اتشار عليكم بالقبول والرحمة والمغفرة والعدد من النار يا رب يا رب سيدي محمد ترابي الشيخ الجليل الوقور المهتم بالقراءات القرآنية وعلوم التجويد والمديح والإنشاد الديني ولتخرج على يديه عدد كبير من المواهب الرائدة في هذا المجال مرحبا ليس سيدي محمد ترابي شكرا مرحبا شكرا سيدي محمد هذه الأيام الرمضانية المعظمة عند الله كاللحظة بأن بعض المهتمين بالقرآن الكريم وبالإنشاد الديني لا يكادون يفترون الأنشطة كثيرة وتحركات كثيرة لو لا حددتنا عن جهودكم في هذه الأيام المعظمة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وردت للقرآن ترتيلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل دين القرآن بيصوتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن إنه أيام بديعة أيام جميلة أيام رائعة إنه أيام مشهري رمضان الأبرك شهر القرآن شهر نزل في القرآن على دي قدر وعلى سيدنا محمد دي قدر وعلى أمته دات قدر هذه الأيام أيام قرآنية أيام الصيام والقيام والركوع والسجود فالأيام كلها يتلافها القرآن والأيام يمدع فيها الحبيب مصطفى ويبتهل فيها إلى الله لكن في رمضان له وقع خاص يكتر في هذا العمل الصالح عند الصائمين سبحانه البرامج التي تقام في متى هذه الأيام المباركة تقوم بها إما جمعيات وإما المقاطعات على سبيل أبضاء البيضاء إذن فمقاطعة عن سق هذه الأيام أقامت ليالي مباركة كبيرة جدا استقطبت إليها قباراء أو قراء نعم استقطبت إليها قراء متميزون وأهل السماعي والمديح على مستوى عالي الحمد لله سبارك وسميت هذه الدورة نعم نعم سيد محمد سيد محمد ألو في مجالي في مقصدين وهو المقرأ جابر محمد جابري الحياني نعم محمد جابري الحياني نعم وينبغي لهذه الدكرة أو لبقى الشخصية أن تعود بنا إلى إلى تعود بنا إلى الدكرة من حيث هذا الرجل الذي لا ينبغي أن ينسى وكان دا صوت شجي رنان كان يعني يحج إليه الناس من كل مكان ليستمعوا إلى قراءته وإلى إنشاده وتسيد الإنشادة في الدار البيضاء حتى أن كل من له يد في مجال السماع لا يستطيع أن ينسيّل إذا كان بجنبه جابري الحياني إذن فهذه الأيام قمنا بميراجانات فيها السماع والمديح وقراءة القرآن الكريم وسميناها دورة محمد جابري الحياني إذن كان أسبوع إقراءي جميل رائع جدا ابتداء من الخميس إلى الخميس نعم فالخميس كنا بفضاء عنشق نعم وترأس تلك الجلسة عن جيد سوري أتى بمجموعة من المادحين وتلة من قراءة أبدعوا في قراءة القرآن الكريم ثم كذلك في اليوم الموالي كنا في الملعب الملعب بسيد معروف واستقطب استقطب هذا الملعب خيرة الفنانين في الابتهالات والامداح منهم محمود طربي وشعيب فضيل وكذلك خزانا الحكيم ويونس مستان وأدوا أداءا رائعا مع وصلاة قرآنية كذلك ثم انتقلنا كذلك إلى امكانسة وعطيناهم حقهم فيما ينبغي فيما يخذ تلك القرآن وقد جاء قراء مشهورون في تلك الجلسة الربانية وهم الإيراوي والقرعاني وعادل مسلم وحديدي وشنوف وأمتعوا الجمهور بأروع الأصوات الجميلة تلاوة لآياتي من الدك الحكيم وختمنا بالأمس هذه الجلسة الربانية بجانب مقاطعة عن الشق حيث حضرها رئيس المالحين الذي هو علي الرباحي وأتى بمجموعة من الشباب يعني من خيرة الشباب في المالح السماع وكانت هناك مصابقة أجريت في مقاطعة عن الشق وفي ذلك اليوم وزعت الجوائل إنها ليالي رمضانية إنها ليالي ربانية إنها ليالي يعني فيها موائد متنوعة لتلاوة كتاب الله وأمداحي رسول الله أن يألنا في هذا الشهر المبارك الذي نطلبه هو سبحانه وتعالى أن يغفر فيه ذنوبنا وأن يتقبلنا فيه قيامنا وصيامنا ورسلنا وسجدنا وأن يجعلنا إن شاء الله في آخره من الذين اعتقوا من النار جل وعلا وهذه الجلسة الطيبة مباركة معك أخي الدكتور قريبان شكرا سيد محمد ترابي لو تفضلتم لو تفضلتم أنت من المشايخ الأجلاء الوقورين المهتمين بالتجويد القرآن الكريم قضيت تقريب أكثر من أربعين سنة في تعليم نعم لا حبد لو شنفت مسامعنا بتلاوة آيات بينات عثر من القرآن الكريم مما تلوتموه في هذه المهرجانات الطيبة التي زينت فضاء مملكتنا الشريفة خلال هذا الشهر الفضيل المعطر بسم الله إن شاء الله مرحبا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كلنا كلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف لا يكلف نفسا إلا أسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواهل لا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحم أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم تبارك الله عشاء الله ما شئت عياء الترويح طبعا سيسي محمد ترابي معروف بأنه يصلي الترويح هو متنقل كذلك في كل يوم في مدينة هو في الضالبيضاء في المحمدية في برشيد بن سليمان هنيئا لك وهنيئا لمن يصلون خلفك سيد محمد ترابي هذا الأسبوع كانت الحمد لله الضالبيضاء كانت مزينة بهذا التكريم الشيخ القراء والمادحين سيد محمد جابر الحياني الغاية من هذا كله هو جمع الترات وخدمته وترتيبه وترتيبه إلى الأجيال المقبلة يعني ينبغي أن نعرف بقرائنا الذين يقرؤون بمقوماتنا وتوابتنا وهويتنا وخصوصيتنا فيما نحن نتميز به من قراءة يعني لا فراد وتميز فيما يخص طبوه المغربية وكما الشأنه فإننا نهتم بالصغة المشرقية ولنا من الصوات الجميلة رنانة في المغرب الذي يستطيع أن يجمع بين الحسنين الصغة المشرقية لكن حينما نريد أن نهتم بالصغة المغربية فلنا أن نبرز أحد معالمها حتى نعطيهم حقهم فيما فيما أعطوا لهذا البلد من عطاء مضباني كبير في تلاوة القراء الكريم وحتى أنهم تخرجوا على يديه كثير من المد وأقول لك على رأسهم عمجيد صويري والعربي الجزار وأرض حق تقناني وكمال العريشي وأرض حق صويري وهي من كبار المجهدين الذين كانوا يجلسون بين يديه في مجالس متعددة ومناسبة متعددة ليأخذون ويشربون من معينه وكذلك القراء وأذكر من المرحوم حسر بن أمر وعبد حق تقناني ودريس عباسي وعمر عتيق الذين كانوا يقلدون هذا القارئ ويحاكونه من ناحية قراءتهم وإن لم يبلغوا شواه فإنما قد وصلوا إلى الهدف المنشود فيما فيما يخص القراءة المغربية لذلك فإن بغي أن نعذف بمثل هذه الأهرامات الكبيرة في تلاوية القرآن الكريم حتى نبين للجيل المستقبل من هم منهم هؤلاء الشيوخ الكبار الذين ترقوا لنا طروة كبيرة في مجال الإقراء الصوتي المغربي الخاص هذه خاصية مغربية لن تجدها في بعض البلدان هنا وجدنا في أقطار متعددة ووجدنا أن المغرب متشبت أولا بالقرآن الكريم وكونهم يحبون نبيهم محمد رسول الله فإن هناك مجالز كثيرة توجد في مناطق المغربي كل جمعة صباحا وحتى الليالي الدنيا والمناسبات الموجودة عند المغربة في بيوتهم فإنهم يستقطبون المديح والسماع وقراء كتاب الله وهي ظاهرة تميزت في أن المغرب يحفظون القرآن الكريم وزادوا على الحفظ أنهم يجوزونه أحسن أحسن التجويد كون أنهم موهوبون لهم أصوات جميلة رأيناهم يحرزون على الجوائز الوطنية والدولية وكفاهم فقنا أنهم يعني تسيّدوا الجوائز في الدول العالمية والدول الأخرى جعلتهم يحضرون من هذه الحضوة المغربية الكبيرة وهذه الصحوة الإقرائية الجميلة الرائعة هؤلاء المغربين الشبان الشباب كثير من الشباب يعني برزت صواتهم وأصبحوا عبارة عن مشاريع قرآنية مستقبلا وحاليا كذلك الذي يبهش هو ومكانة المغرب عند الجميع فيما يخص كراءة القرآن بالأصوات الجميلة الرنانة سيد محمد ترابي أنتم أفنيتم زهرة عمركم في حفظي وتحفيظي القرآن للناشئة والصغار والكبار والشباب ومن بين الذين استفدوا من علمكم ابنكم البرس محمد سيمحمود ترابي كسؤال سيمحمود ترابي فين صلح السعب محمود ترابي هو في مجاله مجال الفني في الأمداح النبوية وفي الإنشادات المنتنوعة الهادفة وهو مع القرآن دائما صوته يعني ازداد ازداد تأثيرا وازداد جمالا محمود هو على هذا النهج إن شاء الله حتى يصل إلى المبتغى نعم إن شاء الله ونستمتع بواحد الأنشودة لابنكم البارس محمود ترابي وهو يتغنى برمضان ويتغنى بأمجد رمضان شكرا لكم سيد محمد ترابي على سعة صدركم وعلى هذه التوضيحات والإفادات الطيبة إن شاء الله وتبارك الله كنا مع هذه الأنشودة الجميلة بصوت الشاب محمود الترابي وهو الابن البار للشيخ محمد ترابي اللي كنا معه في هذه الدردشة الطيبة فهنيئا للأباء الذين يهتمون بتربية الأبناء ويعلمونهم صمعة لفيها فائدة عظيمة أعظم صمعة هو كيف يبلغ دعوة الله بجانب فني جميل محبب إلى النفوس فهنيئا لسي محمد الترابي ولابنه محمود الترابي ما زلنا أيها الأحب الكرام نستقبل المزيد من المكالمات وقد ذكرنا بأن بلادنا المغرب في هذه الأيام يزهر بعدة ندوات ومحاضرات وأنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية كثيرة كثيرة جدا ربما الإعلام دينا مفرط شيئا في تسليط الضوء على مثل هذه الأنشطة الشعبية اللي هي فيها واحد الخير عظيم جدا ومن بينها نذكر أن مثلا الدار البيضاء في هذه الأيام كانت مع تكريم لأحد الأعلام الكبار اللي هو سي محمد جابري الحياني اللي هو من كبار المقرئين كانوا المقرئين المشيخ الكبار في مصر منهم الشيخ عبد البصر عبد السمد كان ينوه بهذا المقرئ الفاضل وربما الأجيال دي ما عارفينش هذه الأسماء عارفين الأسماء دي ربما فنانين رياضيين ولكن مقرئين وعلماء يكادوا القليل كيعرفهم فتحية كبيرة لبعض الجهات التي نظمت مهرجان ضخم في الدار البيضاء تكريما لهذا العلم من أعلام القراءة والإنشاد وحضروا فيه عدد كبير من المسمعين والمقرئين من مختلف المدن المغربية معنا أحد الأساتذة الذين حضروا لهذا النشاط هل يحدثنا عليه أكثر باش نستفدوا ونعرفوا الأسرار المباركة دي هذا الجانب المشرق من حياتنا المغربية معنا الأستاذ سيدي عمار سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي عمار من دار البيضاء ألو ألو السلام عليكم ربما وقع مشكل في التواصل فقلنا أيها الأحبة الكرام هذه الأيام المباركة الكل يفتخر بهذا النشاط ثقافي الكثير ومكتف للغاية فهناك أنشطة تربوية أنشطة ثقافية أنشطة رياضية وأنشطة قرآنية بامتياز وفي هذه الأيام المباركة تلقوا التجمع دي القراء القراء المغربية يزخر بالقراء حينما تحضرنا شيء نشاط كي بلك خشبة يتجمع فيها أصوات مذهلة تقولي هذا الخير كله عدنا في بلادنا والكتر يخفى عنه فكانت فرصة طيبة لتجميع هؤلاء القراء والمنشدين على ما يقدمونه من مضامين فيها وحدة توجيهات وإرشادات ربانية كثيرة جدا فيها باركة للجميع كيرجع عدنا سيدو عمار من دالبضاء السلام عليكم لكم السلام الله تعالى وبركاته الدكتور قريب المحترم حياك الله بولي حياكم الله سيدو وليلى مباركة أعزكم الله وأنتم دائما تأتون بالجديد في هذا البرنامج المبارك بيال إدعاء بيالمدرديو حقيقة نحن فارحون جدا لأن كل 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 محيب وكل مستمع ومستمتع ينتظر منكم دائما الجديد وأنتم دائما تأتون الجديد وخاصة تعملون في في ضرفية مباركة وهو هذه الأجواء الروحانية بيال رمضان هذا الشهر العظيم المبارك علينا وعليكم وعلى المغاربة قطبة باليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية جمعا اللهم أمين يا رب سيد محمد سيد عمار من دالبضاء هذه الأيام عرفت بأن كان واحد تكريم لعالم من كبار الأعلام اللي هو سيد محمد جابري الحياني وللكثير ما كيعرفوش بغينا منكم واحد لمحة عن محطات مشرقة من حياة هذه الشخصية المغربية المتميزة في القراءة والإنشاد حقيقة خاصية خاصة خاصة حيث أن المرحم الفاقه الشيخ سيد الجابري الحياني رحمه الله كان شيخ القراء وشيخ القارئين للقرآن الكريم وقد وقد امتزز صيته في المشرقي والمغرب يعني داخل المغرب وخارج المغرب الفاقه الحياني رحمه الله نحكي لك يعني حقيقة الصورة الحقيقة التي عائفناها من الأبديا لأولا المرحم الشيخ المادسين بالعرائش برحمة الله الوسيع سيد عبد السلام العمران المريني الذي كان يغافق الفاقه الحياني وكان يأتي من العرائش إلى الضر الضيباء عنده كان يجلس عنده لأنه كان أولا يستقب الأعميدات المديح النبوي الشريف خصصا أنه لما كان من فاس لما كان في فاس قد كان الرجل حافظا للمديح النبوي الشريف والسماع المغربي الصوفي الأصل كان يحفظ ظهرا على القلب أولا البرضة والهمزية كانت عند الفاقه الحياني وبعد ذلك الفاقه الحياني كان بدأ في المدة الخمسينيات يشتهر بقراءة القرآن الكريم وبدأ عند آيان الهنفاس آيان الهنفاس يحبوه اشتهر بالقراءة الموليد الموليد النبوي الشريف كان هو أول أول شخص يعني كانوا المديحين يقرؤون الموليد النبوي الشريف المناسبة ولكن هو هو أحد المبرزين في القراء المغاربة والشيوغ الذي كان يقرأ الموليد النبوي الشريف بالأنغاف المغربية خاصة قراءة صرد الموليد للقصة للشيخ العالم الجليل الصوفي الكبير سيد محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله والشهر الموليد ديله نعم سيد محمد سيد عمر من مقصود بقراءة الموليد ربما بعض الناس يسمعوا هذه الكلمة قراءة الموليد اشتا هو المقصود فيها اشتا هو المضمود ديلها هي اولا قراءة الموليد قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي قصة مقتبسة حقيقة من سيرته النورانية نعم وقد اقتبسها عدة عدة الشيخ المتصورفة يعني كلهم عملوا الموليد ولكن الموليد قصة يالولي كانت مبرزة عندنا في المغرب والتي اجزوها المديحين وحافظوها حافظوها ضهرا عن قلب هي القصة يالشيخ ياسيدي محمد وشعف الكتاني رحمة الله شيخ الزوية الكتانية رحمة الله وقصة يالوليد هو انه اظهار سير الوجود ديال سيدنا محمد وسير الخلق دياله سيرة خلقه ومالشمال في وصفه ثم اظهار اظهار على ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعني مبرزا على الانبياء لانه اعطاه الله تعالى الوحي المبين ثم اعطاه الرسالة والمغاربة حبوه محبة كبيرة ومدللة ديال محبة ديالهم والمغار ديال محبة ديالهم وإظهار وإظهار القصة المريد النبوي الشريف فشربوها شربوها المغاربة في البنوت وأصبحوا يتبركون بها في كل مناسبة دينية سواء كان أولا هي كانت عندها وعندها وحد الطبع خاص كان دائما كانت تعمل في ديكراديا المريد نعم كانت تعمل في ديكراديا المريد النبوي الشريف ولكن أصبحت في جميع المناسبات والطقص الدينية في العقائق وفي يعني وفي جميع المناسبات عند المغاربة يتبركون فيها ويحضرون روح رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالتبريك بالتبريك في محبته عليه أفضل الصلاة والسلام وهذه هي المغزى دي القراءة دي القصة دي المريد وإظهار صيرة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بالألحان بالألحان المغربية لو تكرمتم شي مقطع شي مقطع من هد أولا أولا نقول لك سيدي الدكتور الله يتسيك الوضح للفقير حياني حياني رحم الله غارم من الأحرام في القراءة المغربية أن هذا الموضوع ده هو موضوع كبير جدا واليوم احنا فرحنا الحمد لله على دول الدارة في الكلية دي العين الشوق يعني وهي جزيهم المجلس دي المقاطعة دي العين الشوق على رأس المكان الشكر وهذا الهتمام تسيد الرئيس عبد الملك الكحين الذي تم بإدهار هذه الندوة في هذه الكلية خاصة أنها تلتي كانت دي الصهارة بالمدي الندوي الشبيح بالأنغام المغربية شركت عدة فروق والصهران أخيرا اللي كانت البرح دي الأستاذ دينا سيد علي رباحي وكنت حاضر فيها أولا ومن جهات أخرى هو أن الفقه الحياني رحمه الله مدرسة مغربية حقيقية نافعية وبأنغام المغربية الأصيلة لأن الفقه الحياني رحمه الله تعرض لعدة مضايقة في العهد اللي كانت قال القرآن لأنه الشهر في المغرب وخارج المغرب لأنه قالوا تنكر من بعض من بعض من بعض الدول لأنه قالوا بها القراءة حقيقة تيلي أعطى فيها الإجازة وكلمة أقش فيها الإجازة ولكنه الحمد لله كان الرجل المبرز لأنه قراءة مغربية بقواعدها محطة ثم اهتم من أنغام المغربية وخصة طبع المزموم طبع المزموم ما بقاش عندنا القليل في القراءة المغربة لكي قراء في المزموم إلا القراءة لهم مدعون مثل أشتال أخ الشخص دي محمد الصورة بالله جزي في جميع المدن الحمد لله وخاعدنا القراء الحمد لله مبرزون عبنا أصوات عظيمة وكبيرة في هذا الوقت لماذا نشير في ذلك الوقت ولكن تهتموا بالقراءة الشرقية حقيقة ترى الشرقية مباركة ولكن تنبغي وتحنا الأصوات دي ما يجددوا ويبانوا أمثل الفاقه المرحوم الحياني وبغينهم يقلدوا أمثل الفاقه المرحوم رحمة الله سيد الفاقه الحجر عبد رحمة موسى رحمة الله ثم كذلك المدرسة العبقرية التي أظهرت الطبوع المغربية بوحد صوت لي يعني صوت الحسين متر الشيخ المرحوم سيد عبد الحامد الحسين رحمة الله رحمة الله كذلك المقرأ الشهير الذي اكتب سامي مراكش وكان رحمة الله عليه المرحوم الحسن الثاني وحبه المقرأ سيد طيب كان العيون وهي شفاه نعم فهو كان تقرب القرأة المغربية المبرزة وبالطبوع المغربية الحقيقة خاصة طبع الرزب وطبع رزب ثم طبع المزمون وفقير حياه كان رجلا شيخون السماع في المغرب حيث هو الذي أشهر السماع المغرب برضي ما جاء من ذلك أشهر السماع المغرب برضي وتتلمد على يديه عدة مديح أم تلزد عبد المجد الصويري الله يذكره في العمور وأمثل العربي العريشي العربي العريشي تأول مديح والأخوان دينا اللي هما مسمعون والأخ كان رحمة الله عليه رافيق دياله في طول مشوار الفاقه الحياني هو سدي المرحوم برحمة الله مرضي الحدي والمقرئ دينا المديح الذي توفيه في الديار السعودية رحمة الله عليه كان يقل دور فاقه الحياني قراءة محضة والحمسي دي حسن بن عمر رحمة الله عليه الملقب عند الضضاويين حسن سبتا الله يحمه كان يقلد الفاقه الحياني هذا الكلمد ديالفقه وكيف عندهم دراسة كبيرة هنا يا الحمد لله ثم الشهرة عند أعيان ألفات وأعيان ضرب حيث أنه إذا لم يكن الحياني في وقت سبعينة والثمانينة عند الأعيان في مناسبتهم لا تكون الليلة عندهم بالفرح والصرع دائما الحياني كان مطلوبان وثم الحقي الحياني كان تحفظ لكلام ديالقوم كلام ديالصوفية وهو اللي بالرز في المغريب الحمد لله النسقة المغريبية ديالسلامة المغريبية خدا صنائع أندلوسية وقادتها على الأمدح النبوية وهدي ما يسمى ما يسمى بالعمل الفاسي ضرصة الفاسية وكانك سقطة بالمادي حين سيد الدكتور حين عارفوه على هذا الشيخ رحمه الله بس ما كي عارفوشي لأن حقيقة البصمة ديالهم ميجي نصبناها في الضار البيضاء رحنا يعني شربنا منهم وخامح ضل مشاريهم ولكن تشهيلات ديالهم كتبسنا منهم حقيقة الفقر الحياني كان عنده الرغول وحد صوت الرغول الجميل لم يدرك الآن صوت دي الفقر الحياني بحيث ناس نعطي الفقر الحياني كي قال قرآن أولى صرد الموليد النبو الشريف والله يسمى والله إلى غادي وحد الفرح وحد الصرور وحد الروحانية جميلة وميجيات أخرى كان يستقطب المدين كل من المغرب منهم أمثال منع عبد السلام الشيخ المدين حيث عبد السلام العمراني المريني رحمة الله عليه كان دائما ينزيل ضيفا عنده وكان يديهم المناسبات وكذلك كان مرحوم الشيخ من أعلم السماعة في المغرب سيدي عبد القادر مصانو رحمة الله رحمة الله وكذلك أمثال عبد السلام الشبهي لكان مؤدين الحضرة الشريفة في الربط كان له صوت كان يسمونه أنبك ملعب السلام الشبهي رحمة الله صوت يالأم كلهم يعني لا في الموال ولا في القراءة ولا في كل شيء كذلك المرحوم برحمة الله هو الفنان اللي كان عندنا من المسمعين الكبار شدي عبداللاطف الشيخ المدينة المعروف شدي عبداللاطف بالنصور المدرسة الكبيرة الحرقية للمدينة والسماء كان دائما يتجاوب مع الفقير الحياني بحيث أنه إذا جلت مع الفقير الحياني في الضربة يقول لك الشيخ القراء والشيخ ديالنا سيدي الحياني هو اللي يبدلنا وهو اللي يصير بالنفقد وأمثل عمر زويت من الشيخ السماع سيدي عمر زويت رحمة الله عليه والعمراويين السيد الحامد العمراوي هدو كلهم سيد العربي رحمة الله فطاحرة ديال السماع رحمة الله عليه أما الفقير الحياني حقيقة مجرسة تنفسية في القراءة وتشويدي بالأنغام المغربية وكذلك في السماع المغربي الصوفي التورتي وفقير حياني رحمة الله عليه كان مدرزا وأنتم تشوفوا سيد الدكتور تشير كله ديال حقيقة ديال المدرسة الحياني رسيدي عبد المشيد الصوري أطل الله في عمره رهناش على المشوار ولا زال المسجد الحاجيم يلقم في كل صباح من يوم الجمعة البرضة والهمزية وبالصنائع المستعملة والأشهار والأسجل ديال المتصوفة فحقيقة نشكرهم على هذه المبادرة وخصص الأخطر بي الله يذكره في العمو ويجازه على الاهتمام دياله كان موذجا لشيخ قرائنا بالمغرب المرحوم الفاقه الجدل الحياني فإننا نحن نتذكره ودائما مكان سواشي نترحان عليه وكنشكر قناة ديال الإدعاجة لمحمد الثالث اللي ينصره لقد وزن تسجيلة دياله بحقيقة لأنه كان حضب وحد رعاية خصم عند سيدنا المرحوم الحسن الثاني رحمه الله وعطت علمات دياله الوزير الأوقاف أندت تشيص كالمغربية بالأطبع ديال الأنغام المغربية بروايات ورش عن نافع وتشيص الحمد لله هو كين عدة تسجيل دياله موجودة في الخزانة ديال الدخرة ديال مكتبة ديال الأوقاف الحمد لله موجودة وبغينا هاتش يتحيي ديال القراءة المغربية لأن الدكتور والله يزرزيكم هذا موضوع مهم جدا لأننا سمعتين في المدوان نفس يطلبوه من أجل جديد والزهار للقراءة المغربية لماذا؟ لأنها يجيب علينا أن لا نهمشها هي بقية بقية في سوس في المدارس العثيقة ولكن يخفنا المدارس ديال التحية ويخفنا يكون الأساسي والشيوخ لغير القراءة المغربية لأنه في وحد وقت سيد الدكتور كان سيدنا الحسن الثاني رحمه الله افتح الدرس الحسنين وقال وحد المقرئ قال له نبغي تتعلم القراءة المغربية لأنه شافوك يقربو طريقة مشهية حقيقة منضبطة وقال له يجب عليك أن تذهب عند المسمعين عند المدعين دعم بأن تحفظ القراءة المغربية والحياني رحمه الله عليه الرجل عاش رجلا فقها عالما جليلا شيخا مربيا وتتلم دعو في العين في العين أخذ العين عند المرحم العلم الشيخ في حسن صدق في طنجا حيث ذهب عنده وقد حضر عدة ملتقيات حيث أنه الرجل مبرز كان يقرأ القرآن في باريز في كبار المسجد في السنا ثم ذهب إلى مسجد السنة هو اللي كان في افتتاح المسجد السنة وأخذ عدة جوائز وعبد البسطة رحمه الله استشهاد بقراءته فقال له ينحياني أنت ولأنه الرجل كان بصيرا لأنه كان بصير هو رحمة الله عليه كان بصيرا قال له ينحياني أنت أنت أحسن قراء في العالم لأن قراءتك روحية وعدبة تذهب إلى القلب مباشرة سبحان الله قال له الشيخ عبد البسطة باحترام من لها القراءة رحمة الله أمثل مصطفى اسماهيل وأمثل هؤلاء القراءة ولكن الحياني كان بارز وكان فارض بالقراءة المغربية وخاء أنهم بعض الناس نكروا على القراءة ولكن نفهموش الطبوع اللي كان تقرى بها لأن نحنا عدنا وحد صغى وحد الصبغى وحد اللون دينا في المغرب خاص يعرفوه المغربة نعم سيبي والله يجزيكم على هاد الاهتمام بأمثل هؤلاء الأعلام زازكم الله خيران وكنشكره إدعاة ميد راديولين دايما كتبتكر وكتجدد وحقيقة المغربة خصوم يعرفو هاد الشيوخ وهاد القراء نعم سيبي خصوم يعرفوهم وكنشكره هاد المجديد دي العنشوق الله يجزيهم على الاهتمام وانطلبوه إن شاء الله الظهار والصوفيق في كل وقت وفي كل مناسبة دينية أن يكون يعني الاهتمام بهؤلاء الأعلام خصصا العالم الصوفي أنه بكل صراحة نحن هنا نتحيز أيها الدكتور العالم الصوفي مفروض اليوم اليوم من مغربة وقع جامع المسلمين كيطلبوه الحاجة لغفغت بيلوم القلوب ديالهم ألا بذكر الله مزدق لقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فصلوا علي فإن الصلاة تكشف الهموم والقرب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويجب أن نكتر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وأن نحرك وجدان وجدان أنفوسنا وأنفوس غيرنا لأن هذا شي ضروري لأن هذه المشاكل لأن هذا الوقت المتعصبة وهذا الظروف وهذا الجو الذي نعيش به والله ثم والله مفتاؤه ودواؤه هو ذكر الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبة أهل الله اللهم تعالى يجزيكم عنا خيرا على هذا الاهتمام ورحم الله جميع القراء وجميع الشوخ المغاربة في المشرق والمغرب كانت رحموا عليهم لأننا خلونا البضعة وخلونا الكنز من الكنز وإحنا ماشيين في هذه الطريقة الحمد لله كان عملوا وحد المجهود ونشكرون الحمد لله هذه المدرات اللي كتتم بالصورات المغربين والصورات العمي والصورات الصوفي ززك الله خيرا أيها الدكتور العبقاري أنا أصدقك عبقاريا أنك رجولا محبوبا رجولا فاضلا والكلام يلك رطب دائما يكون رطب لا في السؤال ولا في الجواب شكرا جزيلا سيد عمار البريني شكرا على هذه الكلمة الطيبة شكرا على هذه التوضيحات وطبعا هذا التكريم لهذا العلم المغربي الجليل الشيخ المرحوم المشمول برحمة الله سيد محمد الجابري الحياني لهو شيخ القراء وشيخ المادحين واللي كان عنده مواقف تربوية رائعة يذكر بأنه جود القرآن الكريم بالطريقة المغربية سبتين حزب ولما أخذ هذا الخير كله تقدم إليه المرحوم الحسن الثاني طيب الله ترى قال لي هذا واحد المال ستستعن به على أنك جودت القرآن الكريم بالطريقة المغربية فقال لي هذا كلام الله لا أخذ عليه أجرع وخذ هذا المال ووزعه على دور الأيتام وعلى المساكين فهني ألا هذا نموذج لعلم مغربي قارئ وفقيه ومادح وكان بعيد عن الدنيا هنيئا له أن وفقه الله تعالى من هذا الأمر فهذا من باب الوفاء لرموز الثقافة المغربية خصوصا في شقها الدنيا أيها الأحب الكرام عقارب الساعة تدركنا والوقت قد انتهى نختم بهذا الكشكول من المديح النبوي ومن التجليات في الدات الإلهية مما يدخل الفرحة والسرور والبهجة والحبر للقلوب الله ذو الجلالي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة